اشتركوا في القناة ان شاء الله افضل موقع ممكن تبحث عنه على الانترنت لا تحميل ملفات السيف داتا مش فقط لجهاز البي اس فور ولكن لجميع منصات الالعاب الموجودة موقع ذا تيك جيم من افضل المواقع على الانترنت اللي ممكن تلاقي فيها سيف جيم لاي منصة العاب بالدكيها رح احكي لكم كمان شوي ان شاء الله عن الموقع بالنسبة للموقع بعض الاشخاص حكالي انه سجل بالموقع لكن للأسف الموقع ما رجع وبعث رسالة التأكيد على الجيميل حتى انك تسجل حساب بشكل سريع فحتى تقدر تحمل اي سيف داتا لازم تسجل حساب فري وبشكل سريع على الموقع يا شباب حتى تقدر تحمل سيف داتا فخليني يا شباب او ارجيكم بشكل سريع كيف نعمل حساب ووين نلاقي رسالة الجيميل اللي يبعث لناي هالموقع حتى انأكد الحساب فأكدر عليك يا شباب في البداية انك تتجه على فري اكاونت او ساين اب فري وهي طبعا انت مباشر رح تعمل موافقة على شروط الاستخدام ومن ثم شباب هاي الصفحة البسيطة جدا وهون في البداية رح تكتب يوزر نيم اي يوزر نيم انت بدك اكتب ما في اي مشكلة الجيميل اهم اشي الجيميل اهم اشي يا شباب تكتب جيميل يكون شغل ويكون صحيح ومن ثم يا شباب تكتب باسورد هون ومن هون تعيد الباسورد يعني بسيطة جدا يعني ما فيها يتعقيد ومن ثم بتضغط هون تمام حتى يعطي إشارة صح أنها لست وربوت ومن ثم بتضغط على create account من هون بتضغط على create account بعد ما تضغط على create account رح تيجيك رسالة من الموقع ويحكي لك شيك على الجيميل اللي كتبته حتى تعمل تأكيد للأكاونت لكن في ملاحظة وسيطة بكتبوها أنه شيك على spam folder والمقصود فيها spam folder هي الملفات أو الرسائل غير المرغوب فيها الغريب بالموقع هذا أنه رسائله مباشرة جوجل أو جيميل بيصنفها الرسائل غير المرغوب فيها فخلينا ننتقل على هاتف الاندرويد وأرجيك وين نلاقي رسالة الموقع طيب شباب على جهاز الاندرويد وبما أني أنا بستخدم الجيميل على جهاز الاندرويد طبعا للملاحظة يا شباب بإمكانك تعمل الخطوات لعملناها على البي سي على هاتف الاندرويد يعني ما في مشكلة تعمل وتسجل حساب جديد من هاتف الاندرويد فتدخل على الجيميل اللي سجلت فيه على الموقع ونسحب الشاشة إلى اليسار فيه خيار رح تلاقي الرسائل غير المرغوب فيها تمام؟ إذا ما لقيت الرسالة على البريد الأساسي رح تلاقيها على البريد الرسائل الغير المرغوب فيها الموجودة هون طبعا الرسالة ظهرت لي هون فدخلت عليها وعملتها رسالة مرغوبة فلو رجعنا على البريد الأساسي الرسالة رح تظهر معي هون باسم None Replay أول واحدة ندخل عليها يا شباب ولو تلاحظوا New User Account Activation Welcome to the Tick Game فمعطيني رابط الموقع ومعطيني الجيميل اللي سجلت فيه بالموقع وهون بالأسفل معطيني رابط تضغط عليه حتى أنه يكمل الحساب على الموقع فلو ضغطنا عليه بهذا الشكل خلاص مباشر هيك تأكد حسابي وبما أنه ظهر فوق عندك رقم واحد على دائرة زرقة هيك أنه حسابك مؤكد وخلاص الموقع معك شغال وحاليا بتقدر تعمل Download لأي Save Game بالدكية تمام شباب وحاليا إحنا دخلنا على الهيوزر اللي عملنا على الموقع فنضغط على Downloads طبعا يا شباب موقع تيج جيم هو عبارة عن بوابة لا Save Data لا جميع المنصات ما في منصة ألعاب ببالك إلا وإلها Save Data موجودة هون من الأجهزة القديمة أو الأجهزة الجديدة من الـ Nintendo Entertainment System لـ Sega لـ Nintendo 64 Nintendo GameCube Nintendo Wii Wii U Switch Xbox 360 Xbox One Xbox Series S Series X PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 والـ PC GameCube يعني منصة كاملة للـ Save Data اللي بتحتاجها وطبعا بسيفات ضخمة جدا مش سيفات إنه تختيمات قليلة بتكون سيفات بتختيمات عالية جدا عالية المستوى فطبعا إحنا بموضوعنا اليوم بهمنا Save Data الخاص بالـ PS4 فنتج على منصة PS4 ونختار طبعا PS4 Save Data وطبعا هنا ببلش يطيك الألعاب الموجودة ونتوفرها على الموقع تختار اللي بدك يا طبعا لو تلاحظوا على السيفات مكتوب عندها New الموقع بنزل سيفات أول بأول طبعا أنت بما أنك سجلت حساب على الموقع أيضا بتقدر ترفع ملف Save Data أنت مكمله على الموقع فسيفات عديدة كثير لا أي لعب بدك ياها الموقع أو خاص فقط PS4 يحتوي على 630 أو 632 صفحة خاصة بالSave Data فبتقدر تنقل Save Data اللي بدك يا بتختيمات يعني جدا جدا رائعة ألعاب جدا صعبة بتلاقيها Save Data بنسبة 106% يعني تختيم فل الفل فتدور أنت على اللعبة اللي بدك ياها فطبعا أحسن ما ندور بالصفحات كل اللي عليك أنك تتجه على البحث هون يا شباب وبكل بساطة تكتب Title ID لللعبة الموجودة عندك مثلا خليني أبحث عن Title ID للعبة Rayman CUSA 0003 1 نضغط Enter هاي لعبة Rayman Legend فنشوف النتائج رح يستعرض ليها تمام زي ما أنت شايف يون يا شباب EU لأي نسخة الأوروبي لRayman Legend فندخل عليها وطبعا بصفحة التحميل هنا بعطيك Title ID لل Save Data وأيضا بعطيك إيش ال Save Data يحتوي أو إيش الشرط المعمول عليها Unlock بال Save Data اللي بتقدر تحمله بكل بساطة مننزل للأسفل منلاقي كلمة Download بكل بساطة بنضغط عليها كبسة واحدة ومباشرة بنختار مكان الحفظ اللي بدنا خلينا على Desktop طبعا كلكم بتعرفو دائمنا ملفات Save Data أحجامها بالكيلو بايت أو أحيانا بالميجا بايت يعني ما بتأخذ وقت وزي ما تشايفين التحميل كمل بشكل كامل أيضا من الممكن يا شباب نبحث عن Save Data بنسبة معينة مثلا أنا بدي لعبة بنسبة تختيم 100% فنكتب نكتب ونكتب مقابلها 100% فمن رؤى البحث ونبحث عن تاتي الـ ID مثلا مثلا Resident Evil Village يا شباب اللي هي 180 00 8 وبنسبة 100% وزي ما أنتوا شايفين يا شباب ظهرت عندي النتائج لـ Resident Evil Village النسخة الأوروبية منها 98% ومنها 95% و100% Plus Bank SSS على أغلب أنه تكون Full Money وأيضا هنا بنسبة 100% وعلى هذا المقياس يا شباب شوف أنت النسبة لكم بدك تختيم باللعبة وابحث عنها مثلا ممكن أنت ماشي باللعبة بنسبة 15% ونحذف عندك Save فبتقدر ترجع وتكتب الـ ID لها Save 15% إذا كان موجود بتلاقي تسييف 15% موجود وبتقدر تنزله بكل البساطة مثلا خلينا ندخل على 100% طبعا يا شباب أنا دائما بفضل أنك تقرأ الـ description أو الوصف الخاص بالـ Save حتى تعرف معلومات Save Data وإيش الأشياء المعمول عليها Unlock بالـ Save Data مثلا زي مو كاتب لي هون أنه Save Data بيشتغل على Two Regions تمام This This Should Resign Multiple Regions يعني عمل Unlock لتروفيات أيضا مع Save Data طريقة التحميل وطريقة تسجيل حساب جدا سهلة فإن شاء الله إن كنت تستفيدوا من الموقع طبعا لو تسألني في مواقع ثاني نعم في مواقع ثاني زي Save Game World Next Gen Update لكن المواقع ما بتنزل Save Data جديد مثل موقع Tech Game يعني أفضل موقع موقع Tech Game Assalamualaikum